موسيقى المحلول المنظم فقط الجزية هذه مطلوبة مننا المسائل بالكامل تم حذفها ونحكي كلام اكيد طبعا فخليكم معنا وتقلقوش باذن الله على السريع واجهكم كلكم تحية كبيرة اوضح الفيديو لو سمحت لو سمحت الفيديو المحلول المنظم تعريفه بواجهكم تحية كبيرة طبعا تعريفه مهم انا كتب تعريفين واحد وعشرين ننفع الصفحة لي بس احنا طبعا بنشرح من الصباح الباكر جدا وعنا في سؤال برضو اعتبرته 2021 تبعا اللي هو حمد الكربونيك في الدم وطبعا لازم يجي سؤال زي هيك مين يصلح يكون محلول منظم ومين لا يصلح التعريف هنا يا شباب هو المحلول الذي يقاوم التغير كبير في الرقم الهيدروجيني المحلول المنظم يقاوم التغير في الرقم الهيدروجيني في البيئات شعني عند اضافة كميات قليلة من الحمض القوي او القاعدة القوية اليه اذا انت حب تفهم التعريف عشان تضعيف مثلا ضعيف في الحفظ بشكل مبسط لما يعملنا الايون المشترك مثلا اتش اف حمض ضعيف وملحه وضفنا الاتشف في الماء اعطانا بروتون هيدروجين وفلور وهذا اعطانا ان اي موجب وفلور هاي الايون المشترك شايف طبعا كان في قيمة للبي اتش في البداية للماء ولما ضفنا الاحماد والكلام هذا البي اتش اخذت قيمة معينة انا خلي نقول مثلا احنا هذا حمض بداية حيزود في قيمة البي اتش منذكرين انا نشكتكو عليه خلف خلاف اعتبروها مثلا تمانية هاي قيتو العلماء قالوا نجرب شغله هذا متزن من على قاعدة لوتشة لوتشة تلي ايش رايكو نجيب حمض قوي اتش سي ال ونحط نقاطين ثلاثة ايش رايكو نجيب كي او اتش قاعدة قوية ونحط بثلا ما وياهكيا هيك مش تليما بعض نحطين نقاطين ثلاثة ننكد عليه نشوف البي اتش بتزيد ولا بتنقص لما نحط قوي على ملح على ملح على اسف على حمض ضعيف وملحه او قاعدة ضعيفة وملحها نجرب ننكد عليهم لقوا اش غريب جدا 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 صارت فيه تمام هذا المحلول قاوم التغير التمانية صارت فقط 8.1 8.2 7.9 بس فاعتبروا هذا مش تغير طبعا فيه الية كبيرة ليش صار هيك كل كلام هذا مش مطلوبة مننا الان فقط منعرف التعريف في المحلول المحلول المنظم المحلول الذي يقاوم التغير الكبير في الرقم الهيدروجيني عند ضرفة كمية قليلة من الحمض القوية والقاعدة قوية اليه منش بتكون المحلول المنظم نفس اسلولي المشترك يتكون الحمض ضعيف واحد املاحه ضيف كمية يتكون هنا او قاعدة ضعيفة واحد املاحها ممنوع تستخدم لا يستخدم لا يستخدم الحمض القوية والقاعدة قوية في تكوين المحلول المنظم وحبولي طب هايك ضفتهم احنا نضفنهم عشان نورجيك انه بقاوم التغير لان اما هما المحلول نفسه هو عبارة على الحمض ضعيف وملحه او قاعدة ضعيفة وملحها هذا السؤال مهم جدا هاي اللي عملت على 2021 فسر علميا وجود اللي هو الكربونيك هاي الحمض هذا اذا انت حد تسمع عنه لأول مرة اللي هو حمض الكربونيك هذا فيه مشهور عنه انه ضعيف التأيين بسهولة فيصبح CO2 وهذه معنومة ايش بقولك ايها الان ذكر ليها حتنفعنا فيهم الايام المهم هذا حمض الكربونيك وايونات الكربونات الهيدوجينية في الدم ايش يعني ربنا سبحانه وتعالى ليش حطهم في الدم ايش بيسووا في الدم فانا كتبت هنا في اندي شوية كلمات ناقصة وجود حمض الكربونيك اذا بدك بدون الرمز بدون الصيدة وجود حمض الكربونيك وايونات الكربونات الهيدوجينية هذه ما اخوضها منه يعني هاي لقيت الاتش تو سي او ثري اذا فتفكه في الماء بدي يعطي بروتون هيدروجين واحدة منهم حتطلع والتانية سي او ثري سالبها شايف نجة التانية هي وايونات الكربونات الهيدوجينية يعمل محلول منظم في الدم عشان يقاوم التغير اذا تغيرت قيمة البياتش في الدم انت الله يسأل عليك منقر الفاتح عليك يعمل على اللي هو محلول منظم يقوم بضبط البياتش في الدم بحيث يسمح الخلايا والاعضاء والاعضاء القيام بوظائفه على اكمل وجه سؤال احياء مش كيمية اخر جزئية في المحلول منظم اي الازواج الاتية من المحليل تصلح كمحلول منظم مين من هدول بنفع كون محلول منظم اذكر التعريف حمض ضعيف او اسلوب المحلول منظم من ايش بتكون حمض ضعيف وملحه هاي حمض ضعيف وملحه نعم يصلح هاي حمض قوي يبقى هذا لا يصلح اتش تو سي او ثري حمض كربونيك عمانك تعرفت عليه جديد وهي منحه يصلح قاعدة ضعيفة وملحها يصلح كل هذا كل ما يتعلق في موضوع المحلول المنظم ادرجك الاسئلة اللي انا سرادتها في الاختر اللي بتخصه جزئية مطلوبة هاي هي السؤال شوف هنا اي الازواج المواد الاتية لا يصلح لتحضير محلول المنظم بنفعش اختار واحد فيه حمض قوي هاي ايه اول واحد اتش سي اهل اما اتش اف بنفع حتى انت ممروش عليك مش مشكلة المهم انه ايش هذا حمض قوي هاي نفس السؤال كمان مرة اي من الازواج الاتية يمكن ان يكون محلول المنظم فاكيد كلهم اقوية على واحد اتش سي القوي فيه اشيه انت يكون حافظها وعرفها اتش سي القوي اتش ان او ثري قوي اتش تو اس او فور قوي هاي الاتش ان او تو ضعيف هذا يصلح لان يكون محلول المنظم اما هذا لا يصلح القوي اي من الازواج الاتية يصلح كمحلول المنظم ها برضو نفس الفكرة الازواج اتكررت في اكثر من سنة يعني بدو يصلح حط دايل على كيمة يصلح حط دايل على كيمة لا يصلح عشان تعرفش بالدولة مش تروح تختار او الواحد يقول مثلا يصلح او لا يصلح بنفع يعني اهيو اما هذا قوي فقوي وهذا اصلا ملوش علاقة في الموضوع بالمرة اي من المحلية الاتية لا تتأثر قيمة البي اتش له باضافة كميات قليلة من قاعدة قوية نحن من اختار حمض ضعيف ملح قاعدة قوية وملحها فبالتالي لما نضفنا قاعدة قوية او حمض قوي لن تتأثر قيمة البي اتش هاي عنا قاعدة ضعيفة وملحها هذا دي بكو حمض قوي وهذه قاعدة قوية وهذا حمض ضعيف لكن هنا مش ملحه شوف كيف هذا حمض ضعيف صحيح ولكن هذا ليس ملحه وهذه ملغية طبعا الشيء هذه سات كلها ملغية وهاي يجب تأكل اللي هي الصفحة الصفحة من الرزم هاي المحلول المنظم انه يتراوح في الدم من 7.35 إلى 7.45 مش غلط لو حفظنا هذا الرقم انا لأول مرة حكينا في الموضوع هذا احفظ هذا الرقم هو طبعا المتعادل 7 بالضبط 35.45 يكون من بين 35.45 بعد السبب وهي التعريف العلي اللي حكينا عنه وهي السؤال الأخير اللي حالناه مين بيصلح ومين لا يصلح طبقت لنا المعايرة المعايرة طبعا شاملة اشياء كثيرة عشان يكن ندخل لها اللي قال حالها وهي السؤال اللي هي الرزم شوف هنا اللي هو الاشياء اللي بتخص المحلول المنظم هاي هاي سؤال اختار اي لاتي لا يصلح كمحلول المنظم لا يصلح اختار واحد جوي هذا اللي هو في الدم وهذا واحد اقول لك ما مرش عياد او مر اشوف السادس طب انت يا السادس الحمد القاوي والقاعدة يكون مشهور شوف لك واحد مشهور هاي حمد قاوي مشهور هذا لا يصلح والباقي كله يصلح وهذا كل ما يتعلق في الموضوع حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايك عليه وسبسكرايب للقناة انت عابت يا لأ وفي حد في الدنيا مش بيعملنا سبسكرايب طمنتنا يا كابت دل مش بيعملنا لايك أصلا هعمل لك سبسكرايب فشغتنا يا كابت